حالة خراب بات عليها جامع الشاذيلي أحد أقدم المعالم الأثرية في مدينة المخة إذ يعود تاريخه إلى القرن الثامن الهجري حيث حل العالم الصوفي علي بن عمر الشاذيلي هنا وأسس جامعا باسمه والتخذ زاوية لنشر علوم الدين وطريقته الصوفية الخاصة سمي مسجد الشاذيلي نسبة إلى الشيخ علي بن عمر الشاذيلي صاحب الطريقة الشاذيلي في اليمن علي بن عمر الشاذيلي هو علي بن عمر القرشي نسبة إلى كرة القرشية أحد قرى مدينة زبيد ثم هاجر إلى مصر وأخذ الطريقة الشاذيلي عن إمام بن حسن الشاذيلي ولقب بالشاذيلي لانتهاجه الطريقة الشاذيلي ثم عاش في مصر ثم سافر إلى مكة وحق بها ثم إلى الحبشة واستكر به المقام في مدينة المخاء ونشر الطريقة الشاذرية من الطوب المحروق والطين والقضاض بني الجامع بقبابه التسع التي تشكل ثلاثة صفوف متناظرة ومئذنته الطويلة بطوابقها الثلاثة وأحزمتها الخشبية ونقوشها البديعة التي تشكل هي الأخرى مظهرا جماليا مطلا على المدينة من جهة الشرق لكن كما إن تدخل إلى الجامع حتى يصدمك حجم الخراب الذي لحق بواحد من أهم معالم مدينة المخاء التاريخية فالحرب التي مرت من هنا تركت آثارها على القباب والجدران بينما ظلت الأعمدة الرخامية والعقود والحزام المزخرف والقماريات صامدة وإن بحالة يرثالها هنا مدينة المخاء مسجد عمر بن علي الشاذرين الجامع كما ترونه ما يقارب له خمسمائة سنة وأمر المنارة اليوم ما يقارب مائتين وثلاثة وثلاثين سنة يعني أسسات ألف مائتين وستة هجرين حتى اليوم وبعد ذلك ولحقت الجهات الشرقية في أم ألف ثلاثمائة وتسع وخمسين من الهجرة إلى جوار الجامع من الجنوب شيد ضريح الشيخ الشاذلي على الطريقة المعهودة مربع الشكل تسقفه قبة بيضاء طالما كان مازارا ووجهة لأتباع الطريقة الشاذلية إلا أنه أضحى أثرا بعد عين وأطلالا تحكي تاريخ رجل دين مسالم كانت هنا يوما بحسب البعض أيضا كانت الحكومة التركية قد تبرعت بإعادة ترميم عدد من المعالم العثمانية الكثيرة التي تزخر بها مدينة المخاء ومن بينها جامع الشاذلي إلا أن عملية الترميم توقفت ككل المشاريع بعد انقلاب الميليشي على النظام الشارعي وزج البلاد في أوتون الحرب